موسيقى بين اغلاق وافتتاح لا يزال القطاع التعليمي حول العالم شبه معطل عاجزا عن الاستمرار في ايام الدوام الطبيعية والرسمية بسبب الوباء وغير قادر على التحول كليا الى الانظمة البديلة الا في حالات نادرة اما في العراق فكان القطاع التعليمي حصة من الغرابة في اتخاذ القرارات وتنفيذها وكذلك التعاطي مع ازمتها وما اثارته من جدل المعدلات الذي ما يزال غير محسوم الى اليوم ولكون البلاد ما زالت تعد فتية على صعيد الشؤون العالمية فقد ادلت الامم المتحدة ممثلة بمنظمة اليونيسكو دلولها حول الطريق الامثل التي يجب ان يدار بها ملف التعليم خلال فترة الوباء اليونيسكو نشرت بحثا على موقعها الرسمي يحمل عنوان اطار عمل اعادة افتتاح امنة للمدارس في العراق يقدم مقترحات لاعادة الدوام الرسمي الى المدارس من خلال مجموعة اجراءات يقوم بها ذوو الطلبة والمسؤولون عن قطاع التعليم فيما يخص الجانب الحكومي فقد اقترحت اليونيسكو ان يتم افتتاح المدارس عبر ثلاث مراحل اولها المرحلة التي تسبق الافتتاح ويتم خلالها اجراء دراسة مستفيدة حول اعداد الطلبة واوضاع المؤسسات التعليمية المتاحة لهم في عموم البلاد وان كانت صالحة لاعادة الدوام عبرها وتطبيق اجراءات الوقاية من خلالها المرحلة الثانية تتضمن تهيئة المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلبة ويعادة تقسيمها بشكل يضمن ايقاف اي انتشار محتمل للعدوى وعلى مرحلة شهر الى اثنين من ضمن اجراءاته تقليل عدد الطلبة في كل فصل ووضع مساحة كافية بينهم اما المرحلة الاخيرة فتضمنت وضع اجراءات وقائية مكثفة لمنع الاثار السلبية التي وصفتها ببعيدة المدى مثل الانتشار الثانوي للعدوى وانتقالها الى اهالي الطلبة